مساء الخير على كل السادة المشاهدين وحلقة استثنائية عن قمة جدة والتي جمعت القادة العرب بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولى زيارات للمنطقة زيارة قد تكون متأخرة قليلاً ولكن نقول بأن الأمة العربية توحدت في خطاب عربي إعلامي مهم هذا الخطاب كانت مؤشرات إيجابية بالنسبة للدول العربية التي كانت متحفظة جداً على هذه الزيارة تمام يا أحمد فعلاً وأهلاً ومرحباً بك فعلاً نحن كدول عربية نواجه الآن تحديات كبيرة وكثيرة ربما لم نواجه هذه التحديات في عقود مضت ولم نواجه هذه التحديات مع كثرة التحديات والأزمات اسمحوا لي ونحن نتحدث عن هذه القمة الناجحة أن أذكر كلمة السيد الرئيس كما جاءت بعض الجمل في كلمته ذكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الحكيمة خلال مؤتمر جدة وقال إن لمصر تجارب تاريخية جديدة في المنطقة وكانت دوماً خلالها مصر رائدة وسبقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مصار السلام فكان هو الخيار الاستراتيجي الذي صنعته مصر وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر الثقافة إيماناً منها بقوة المنطق لمنطق القوة وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر أيضاً السيد الرئيس أكد على كل الجهود المشتركة العربية تجاه هذه القمة وبالتحديد تجاه القضية الفلسطينية وسيد الرئيس دائماً يذكر بأن القضية الفلسطينية لابد أن يكون هناك حل وأن يكون حل دولي وأن يكون هناك أيضاً شرعية هذه الدولة وأن تأخذ كل الحقوق الدولية الخاصة بها نحن كأجيال كبيرة وأجيال الحقيقة طالت المدة هناك يعني من توفاه الله ولم يستمع لهذه الكلمة بأن الحق عاد والأراضي الفلسطينية عادت إلى أهلها خلينا نستمتع نحن ونحن عيش كأجيال بأن نحلم بأن تعود الأراضي قريباً وأن نستمتع بكلمة متعة السلام متعة السلام أن نحتفي ونحتفل جميعاً كعرب في الأراضي الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية وأنا أذكر الدولة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية لابد أن أرحب بالزميلة العزيزة التي تعود إلينا مجدداً الزميلة ياسمين ياسمين وحشتينا ومن اسمك يأتي لياسمين من دولة فلسطين مع ياسمين الكلمة شافك الغالية والحبيبة أكيد أنا مشتأت لكم كتير أنت وأحمد وإبراهيم هو اشتياق ممتد بحجم الوطن العربي من ألفه إلى يائه اشتياق لهذه الحالة التي وضعتنا بها قمة جدة لكل معاني السلام والمحبة والوئام والكلمة الحرة والحقيقية التي أكدت على موقف أشعوب العربية الدائم الذي ضح بالغالي والنفيس لأجل القضية الفلسطينية وضح بدمائه لأجلها اليوم قبل قمة جدة لن يكون أبدا كما بعدها في اليوم أكدت أشعوب العربية أننا كالبنيان المرصوص في وجه كل الصعوبات والمشاكل وفي وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي واليوم نؤكد من بيتنا العربي الموحد أننا على ذات الطريق وأننا كما بدأنا وكما سننتهي يد واحدة وجسد واحد وصوت واحد جميل نتناقش ونفتح حمومنا ومشاكلنا وطموحاتنا وأمالنا نكملين معكم مشاهدينا وننتقل لإبراهيم شكرا إليك ياسمين وألف الحمد لله على سلامتك أكيد لا شك بأن قضيتنا واحدة ونحن اليوم نتحدث عن قمة جدة للأمن والتنمية وما جاء فيها من محاور ومخرجات ونؤكد أيضا بأن فلسطين هي قضيتنا الأولى وقضية العرب جميعا وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين خليكم معنا في هذه الحلقة بما جاء فيها من مواضيع تخص قمة جدة للأمن والتنمية صحيح يا إبراهيم في مؤتمر جدة كان بشكل واحد توافق عربي كبير على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وكانت كلمة السيد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي أن أبرز أولويات العراقي جاءت حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة وقفة حقيقية ضد جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني ويأكد العراق أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية والدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية خلونا مشاهدين نفتتح هذه الحلقة من برنامجنا بيت للكل ونتابع هذا التقرير من فلسطين حول هذه الزيارة المرتقبة والقمة وبعدها نكون متواصلي قفل الرئيس الأمريكي عائدا إلى بلاده بعد زيارة للمنطقة قيل أنها ستغير ملامح الخريطة الجيوسياسية وتعيد تشكيلها بما ينسجم مع أطماع إسرائيل وغاياتها هذه الزيارة التي أرادها لها الاحتلال أن تنتهي وقد أتمرت اتفاقات تطبيع جديدة ونصبته الوصية على أمن المنطقة وخزائن مالها ومواردها وقرارها ومصادرة إرادتها السياسية بإزاحة القضية الفلسطينية من على الأجندة وحتى من الوعي والتفرد التام بإعادة ترسيم الخريطة السياسية للشرق الأوسط برمته وسبق الزيارة حملة ترويج واسعة النطاق مفادها بأن قمة جد المزمع ستمهد لموافقة عربية بتنفيذ صفقة القرن المعدل إسرائيليا وبذلك يسدل الستار على آخر فصل من فصول النضال الفلسطيني وينقض الأمر وتنتهي الحكاية حتى جاء القول المبين الذي أكد بالقطع أن مبادرة السلام العربية هي الأساس لألي حل سياسي منتظر ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاه يطلب في الإسراء في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية قمة جدة قمة التوافق العربي حيث تجلت الإرادة العربية بأبهى صورها وكان أن استردت هذه القمة عافية العرب موقفا لا لبس فيه ينطوي على أهمية بالغة تستدعي إعادة القراءة المتبصرة من خلال وحدة الموقف واللغة والخطاب القاضي بإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة وهنا علينا إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل مشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فلا أمن ولا استقرار والإجدهار في المنطقة دون حل يظن قياب الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هذا التوافق إذن الذي ينتج انتصاراً وانحيازاً للقضية الفلسطينية التي نال منها الغياب بعد أن تلاشت من المشهد السياسي والاهتمام الدولي ومن موائد صنع القرار الكوني واليوم تسجل هذه القضية حضورها الباهي بما يتناسب ومركزيتها كقضية محورية لا استقرار ولا أمن دون حلها وفق مقرارات الشرية الدولية فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعات الشرعية الدولية ذات السنة وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين إذن ثمت إجمع عربي على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا كشرط مسبق يضمن عدم المس بها أو تحريف أي من المسوغات السياسية التي سبق وأنكفلتها لاتفاقاته والشرائع الدولية ذات العلاقة وهذا هو الجوهر بعينه وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بملبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاحتلاءات بحق الشعب الفلسطيني الديوك العلاق النحل للصراع على أساس قرارات الشعب الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي قمة شكلت بداية انطلاق جديدة لعمل عربي يعالج كافة القضايا العربية ولكن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام يوازي أهميتها قيمة ومعنى ومكانة هذا ما أكده أيضا كل من القادة أمير قطر تميم بن حمد الثاني وولي العهد الكويتي مشعل الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وبعد أن قال ولاة الأمر قولتهم خابر هانو من ظن الظنون وجنحت بهم أهواؤهم إلى غير ما ينفع الأمة بايدن بدأ زيارته من هنا حيث الثبات على المواقف والإيمان الراسخ بعدالة القضية وحيث قوت الناس اليومي الصبر والأمل المشمع بالوجع والكمد لكن بلا قنوط من وعد السماء القاضي بحتمية الخلاص الأكيد مشاهدي بيت لالكل أهلا وسهلا فيكم من فلسطين حديثنا مستمر عن قمة جدة التي لم تكن شمس تموز هي التي أذابت وبخرت أحلام دولة الاحتلال الإسرائيلية في تطبيع يقبر القضية الفلسطينية وإنما شمس الحقيقة الفلسطينية التي كانت تصطع جنبا إلى جنب إلى جانب شمس الأصالة العربية هذا ما قاله ضيفنا الذي نرحب به رئيس تحرير الحياة الجديدة الأستاذ محمود أبو الحيجة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك وفي التلفزيون فلسطين وفي هذا البرنامج الجميل بيت الكل العربي هذا ما يؤكد بأن فلسطين وحدوية على طول الخط يعني هذا الموقف اللافت كما ذكرت لأدوال العربية وأيضا للسعودية التي أكدت أنه لا سلام ولا اتفاق مع إسرائيل إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وأيضا تم الحديث هذا تجسد بشكر السيد الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده كيف تقيم ما رأيناه بهذه الصورة الجمالية؟ هذا أمر في غاية الأهمية ونحن بصراحة سعداء لهذا الموقف وكنا مؤمنين تماما بأن الأشقاء العرب وبالدور السعودي الدور الرائد إقليميا ودوليا وبالدور المصري والدور الأردني وكل الدول العربية التي حملت هذه القمة العراق، مصر، الأردن، البحرين يعني كل البجواء إلى جانب الرئيس الأمريكي جوبايدن الذي جاء إلى القمة من فلسطين وهذا له دلالة دلالة بليغة وعميقة بأن يأتي إلى قمة جدة قادما من زيارة مهمة أجراها في فلسطين كنا على يقين وكنا على ثقة بأن الأشقاء العرب لن يقيموا أحلافا ضد فلسطين على الإطلاق وقد أكدوا بالفم الملآن وبالكلمات البارغة الوضوح بأنه لا استقرار ولا أمن ولا ازدهار في هذه المنطقة دون أن يحصل الفلسطينيون الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة كاملة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وفقا لمشروع حل الدولتين الذي أكد الرئيس الأمريكي خلال زيارته لفلسطين بأن إدارته منتزمة بهذا الحل وستعمل مستقبلا على تجسيد هذا الموضوع نحن كنا نطلع من زيارة بايدن أن يخلق هذا الأفق السياسي ونعتقد بأن هذا الأفق السياسي تم ترسيمه على نحو ما في قمة جدة يعني لربما هذا الموقف العربي الذي ذكرته بهذه التفاصيل هو الذي خيب أمال كثيرة لإسرائيل التي روجت أن القضية الفلسطينية لم تعد على سلم الأولوية إسرائيل منذ الشانوات خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة لا تتعاطى إلا مع الأوهام وبالتالي وقد روجت لهذه الأوهام كثيرة بشكل كبير وأظهرت التطبيع بأنه انتصار باهر بالنسبة لها ولكن في النهاية كما قلت وكما كتبنا في الحياة الجديدة بأن شمس الحقيقة الفلسطينية قد بخرت هذه الأوهام هذه الأحلام التي لم تكن غير أضغاف لنوم مرتبك كما كتبت أزمة إسرائيل أزمة النظام السياسي في إسرائيل نحن نرى أنه منذ أربع سنوات لا يوجد استقرار في هذا النظام هناك أربع أو خمس انتخابات حتى الآن تجري في إسرائيل لأن الفكرة العنصرية في المحصلة لا تستطيع إلا أن تنغلق على نفسها والانغلاق على النفس هو وصفة للنهاية وصفة للدمار وصفة للهزيمة لأن إسرائيل تتعامل مع الأوهام تحاول أن تصور الأشياء كما تشتهي وكما ترغب والواقع يكون غير ذلك في المقابل أستاذ محمود هل لامس هذا الموقف كبد المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين ولا زال يعاني من استيطان يعني سلب للأراضي سلب للحياة سلب للهوية القدس والأقصى والشيخ جرح وما إلى ذلك والأسرى وكل الملفات الأساسية دعينا نقول وقد استمع العالم إلى مقاله الرئيس أبو مازن في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي عدد كل قضايا القضية الفلسطينية كل مسائل القضية الفلسطينية كل ما يعاني الشعب الفلسطيني من تهجير قصري للسكان في القدس وفي سلوان وفي مسافة ريطة من عمليات قتل يومية تجري على الحواجز من مصادرة للأراضي من استيطان معاناة الشعب الفلسطيني لخصها الرئيس أبو مازن بكلمات واضحة ومحبودة أمام الرئيس الأمريكي وكما يؤكد سيد الرئيس محمود عباس على الدوام وفي كل المحافل أن هذا الشعب يريد حياة ويريد حياة كريمة وهذا ما نتطلع إليه دائماً المخرجات من هذه القمة هل ترى أنها كيف ستصبح واقعاً وكيف ترى أنها يجب أن تجسد على أرض الواقع؟ نحن نتطلع وقد من وجهة نظر أعتقد بأن الأشقاء العرب أدركوا بأن حياة الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة يتطلب بالأساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمعنى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة الأشقاء العرب باتوا أقدر على مواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات الدولية في ظل الأزمة الكورنية اتطبحت الأمور على نحو بليغ بأن الاقتصاد يلعب دور أساسي في رسم سياسات مستقبلية سياسات مستقبلية مهمة وضرورية لحياة فيها حرية وفيها استقلال وفيها سيادة وفيها ازدهار وفيها تقدم نحن متفائلون اليوم لأن هذه المخرجات ولأن هذا الخطاب الذي خرج من قمة جدة هو خطاب بالغ الوضوح وبالغ الواقعية في نفس الوقت وبالغ التحدي للمخططات المعادية لنهضة الأمة وباستقبلها يعني هنا بالمقابل ماذا منح الفلسطينيين لهذا الموقف العربي الجامع بالمعنى الاستراتيجي برايا منحوه الصمود كما قلت الصمود الفلسطيني الثبات الفلسطيني الشرعية الفلسطينية أكدت غير مرة بأنه لا يمكن تجاوز الرقم الفلسطيني الصعب القرار الفلسطيني المستقل هو الذي عزز هذا الموقف العربي أدرك العرب وأدرك العالم وأدرك الإقليم بأسره بأنه لا يمكن فعلا تجاوز هذا الرقم الفلسطيني الصعب برايك ما هي الفوائد التي سنجنيها كفلسطينيين وكعرب من زيارة بايدن في هذه المرحلة وفيما بعد نحن كما قلنا قبل هذا اليوم لا نتعاطم على الأوهام نحن ندرك صعوبة الوضع الراهن وندرك بأن غطرست اليمين الإسرائيلي اليمين المتطرف الإسرائيلي سيقاتل أي محاولة لعودة مفاوضات السلام سيقاتل أي محاولة لتحقيق الهدوء والاستقرار ما نريده من الولايات المتحدة أن نعزز علاقاتنا مع هذه الدولة أن نكون على مستوى علاقات ندية وعلاقات حميمة في الأفضل الوقت بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي نحاول باستمرار وهذا جزء من النضال السياسي للقيادة الفلسطينية جزء من النضال السياسي للشعب الفلسطيني نحن لا نغلق لأبواب أمام أحد نحاول باستمرار أن نكون أصدقاء للجميع أشقانا هم أشقانا ولكن على الصعيد الدولي نحاول فعلا أن نكون أصدقاء لكل القوى ولكل الدول ولكل الشعوب رئيس تحرير الحياة الجديدة أستاذ محمود أبو الهجة كل شكر لك ونضمامك معنا في هذا البيت العربي بيت للكل الذي نأمل بالفعل أن يتجسد في كل مناحي الحياة لتنؤكد على كلمة الشعوب العربية الدائمة أن الوحدة هي أساس أي تقدم وازدهار والسلام موسيقى ترجمة نانسي قنقر والحديث أكثر عن قمة جدة للأمن والتنمية يسعدنا أن يكون معنا في بيت للكل الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان معالي الدكتور محمد المومني أهلا وسهلا بك ومرحبا أهلا بك يا مرحبا بكم يعني معاليك بداية بالحديث عن قمة جدة للأمن والتنمية عقدت في مطلع الأسبوع وكان هناك كلمة لجلالة الملك عبد الله الثاني نتحدث ما هي أهم المحاور التي جاءت في خطاب جلالة الملك الحقيقة كلمة جلالة الملك المعظم كانت في غاية الأهمية أولا هو لخص المصالح الأردنية الاستراتيجية المرتبطة في القضايا الإقليمية العالقة والذي ضروري جدا زعماء الإقليم وأيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يكون بصورتها جلالة الملك يضع المصالح الأردنية على الطاولة يتحدث عن العبئ الكبير الذي لا زال الأردن يعاني منه وهو استقبال اللاجئين السوريين هذا عبئ كبير والأردن يقوم بهذا العبئ بالنيابة عن المجتمع الدولي وبالتالي لا بد أن يكون هناك مساعدة للأردن وإسناد لجهوده في هذا الأمر تحدث عن التحديات التي نواجهها على حدودنا الشمالية من تهريب للأسلحة وتهريب للمخدرات وهذا تحدي كبير نتعامل معه ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعلمية كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكمالها تحدث عن أفق التعاون ومجالات هذا التعاون على المستوى الإقليمي سواء كان على صعيد الأمن الغذائي على صعيد التعاون في مجالات النقل وعلى صعيد التعاون في مجالات المياه هذه كلها أطر وفرص كامنة للتعاون ما بين الأردن ودول الإقليم المختلفة وبالتالي جلالة الملك في كلمته المقتضبة حقيقة وضع هذه المحاور الأساسية على طاولة البحث والقرار الهام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو نجتمع اليوم ومنطقتنا والعالم تواجه تحديات متعددة من التراعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وإنعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء بالإضافة إلى السراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم لذا لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه نعم، دكتور أيضا بالحديث عن إحدى هذه المحاور وهي من أهم المحاور القضية الفلسطينية وأكدت أيضا هذه المحاور إلغاء محاولات إسرائيل في تصفية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس بالإضافة بأن هذا يؤكد أيضا على الدور المحوري الهام الأردني في القضية الفلسطينية ما يعني رأيك في هذا الموضوع؟ يعني من أهم العنوين والمصالح الأردنية الحقيقة الموضوع المرتبط بالقضية الفلسطينية مصلحة الأردن العليا قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 هذه مصلحة أردنية عليا ومرتبطة بكثير من الأمور التي تهم الأردن بشكل مباشر سواء كان في موضوع القدس أو اللاجئين أو الحدود أو غيره وبالتالي نحن قناعتنا دائما تتحدث عن ضرورة التعامل مع هذا التحدي وهذه الأزمة لأنها جوهر الصراع في المنطقة ولن يكون هناك هذا ما قال جلال سيدنا لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار بدون التعامل مع هذه المشكلة الأساسية التي ينبثق عنها كثير من المشاكل الأخرى منها التطرف منها انعدام التعاون الإقليمي بين دول كثيرة بما في ذلك إسرائيل معظم الدول والذين الذين شاركوا في هذه القمة تحدثوا عن قناعتهم في حل الدولتين إذن لابد من وجود حل الدولتين حتى يصير فيه حديث عن تعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي وحتى تكون إسرائيل دولة طبيعية مقبولة في المنطقة لا يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يكون هناك حل القضية الفلسطينية وأعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وهنا أذكر أيضا بأن جلال الملك تحدث أن المشاريع الإقليمية لابد أن يكون الطرف الفلسطيني أيضا مستفيد منها لأنه إحنا ما بصير نعزل هذا الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ونتخيل أنه مشاكله راح تحلي وحدها لا بد أن نتعاون معه خاصة في مجال التعاون الاختصال نعم ليست بحساب طرف على طرف آخر بالإضافة بأنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مشتركة وهناك تحدي كبير يواجه الدول العربية بالإضافة إلى حمل أيضا وهو يجب أن يكون مشترك لربما بين جميع الدول بعدما تم هذا اللقاء وأيضا هذه القمة أيضا هناك لقاء آخر بين جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن ما مخرجات هذا اللقاء وما رسالة أو دلالة هذا اللقاء السياسية تحديدا في الأردن جلالة الملك أكثر جعيم عربي التقى بالرئيس الأمريكي وهناك علاقة مميزة تربطهم الرئيس بايدن قبل أن يأتي إلى القمم في جدة وإلى المنطقة نشر مقال في الواشنطن بوست تحدث عن رأي ورؤية جلالة الملك وأشار له أنه صديقه العزيز وبالتالي هناك علاقة قوية أنا أظن أهم المخرجات كانت أولا الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بمساعدات تقدر بواحد ونصف مليار الجديد في هذا الأمر والمهم أنها ستكون على مدى خمس سنوات نحن كل سنة كنا نروح لواشنطن والحقيقة نعمل لوبيينغ ونعمل محاولة من كسب التأييد من أجل استمرار المساعدات الأمريكية هنا الآن تصبحنا نحكي عن خمس سنوات وبالتالي في استمرارية أكثر لهذه المساعدات أنا شخصيا بعتقد أن المساعدات يجب أن تزيد بعتقد أن دور الأردن الإقليمي كمرساء أساسية للأمن والاستقرار في الإقليم يستحق مزيد من المساعدات الدولية سواء كان من أوروبا أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية لكن إن شاء الله سوف نستمر بجلب المزيد من المساعدات حتى نساعد بلدنا المخرج الآخر التأكيد على حل الدولتين هذا مهم من قبل جلالة الملك وأيضا الرئيس بايدن مهم التزام الإدارة الأمريكية وتعرف الإدارة السابقة تقريبا تخلت عن حل الدولتين الإدارة الحالية تتحدث عن حل الدولتين وأنها ملتزمة به محبط أنهم لا يريدوا أن يفعلوا أي شيء لتنفيذ هذا الالتزام أو هذا الموقف لكن على الأقل هناك التزام أمريكي واضح بضرورة ومنطقية حل الدولتين هذا أظن مهم جدا من لقاء سيدنا مع بايدن لضمان نجاح الشركات الإقليمية التي نسعى إليها فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقانا في سلطة الوطنية الفلسطينية وهنا علينا إعادة تأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل مشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فلا أمن ولا استقرار والإجدهار في المنطقة دون حل يضن قيابة دولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 صحيح وخصون وضع الأردن في المحيط الملتهي من كل الجهات فعليا وأيضا تحديات التي يحملها بشكل أو بآخر عند الحديث أيضا عن الدول التي شاركت في هذه القمة نحن نتحدث عن مخرجات عن محاور تم نقاشها ولكن الآن إلى التطبيق الفعلي كيف يمكن لأدول المشاركة أن تبني على ما جاء من محاور ومخرجات وتطبقها فعلا على أرض الواقع ليكون هناك أمن وسلام كما ذكرت من خلال ما تم نقاشه أنا أظن أن الأجواء بعمومها كانت إيجابية وأظن أن فرص التعاون الإقليمي في تزايد وفي تعظم واضح أن الجميع أصبح يبرك أهمية التعاون على المستوى الإقليمي وأن هذا التعاون سوف يأتي بالخير على كافة الأطراف المعنية هذا التعاون سوف يجلب مزيد من الأمن والاستقرار لأن التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هي البطالة والفقر وانعدام الفرص الاقتصادية أمام الشباب هذا التحدي الأكبر والخطير وبالتالي إن شاء الله أن هذه الروحية الإيجابية اللي سادت سوف تستمر وسوف تترجم على شكل مشاريع إقليمية وهذا من شأنه أن ينعكس بالخير على الجميع إذن ما عليك وريقاء استثنائية أو قمة استثنائية يمكن القول قمة هامة لا شك قمة هامة واستثنائية مواضيعها وعنوينها هامة حضور الرئيس الأمريكي مهم جدا أعادت الاعتبار للأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط هذا بتقديري أهم شيء قبل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول نحن ذاهبون باتجاه آسيا لأنها اقتصاديا واستراتيجيا أهم بالنسبة لنا هناك الصين وهناك روسيا لا ندرك أن منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية غير قابلة للنكران وبالتالي هذه القمة مؤشر واضح على إعادة الاعتبار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لأسباب الطاقة ولأسباب الاستقرار والأمن الإقليمي لأسباب الممرات المائية التي منها غالبية تجارة العالم تعبر ولأسباب أخرى مرتبطة في هذا الأقل نعم شكرا لك وعلى وجودك معنا في بيت للكل أيضا بيت للكل هو يحمل رسالة فعليا من خلال أشقائنا في مصر في العراق وأيضا في فلسطين لنحاول معا أن نقف يدا واحدة بدنا نشكرك على هذه المشاركة وعلى وجودك وبدنا في نهاية هذا اللقاء إذا هناك كلمة تحب أن تقولها لأيضا أشقائنا في هذه البلدان بدي أرحب فيهم وأسلم عليهم نحن في فلسطين وفي العراق وفي مصر مصالحنا واحدة وإن شاء الله أن التعاون فيما بين بلداننا ينعكس بالخير على الجميع نحن واحد ليس فقط بحكم التاريخ ولكن أيضا بحكم المصير المشترك والمستقبل فتحية لكل مشاهدي هذا البرنامج نعم الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان معالي الدكتور محمد مومني شكرا جزيلا على وجودك ومستمرين معكم في بيت للكل خليكم معنا في قمة عربية أمريكية خليجية ناجحة كان لابد أن يتوقف هنا بيت للكل بيت للكل كان يتابع هذه القمة وكأننا جزء من هذه القمة لأننا شعوب عربية نتابع كل ما يحدث وكان الفقر بأن هذه القمة العربية لقادة الخليج العربي وأيضا بالانضمام لجمهورية مصر العربية والعراق والأردن كان لها تأثير كبير في حضور الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية لهذه القمة نتحاور الآن مع الكاتب الصحفي والأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية مساء الخير سامنون سيد الشبكي يعني الحقيقة يمكن الشعوب العربية هنا أتحدث عن الشعوب العربية لأنه الشعوب العربية تتابع ما يحدث في العالم بشكل عام وهذه القمة تحديدا كان لها تحضيرات إعلامية وسياسية وموضوعات وأشياء كثيرة وقيل وقال فكان الانتظار ماذا سيحدث في هذه القمة وكيف سيكون شكل الدول العربية وكيف ستتحاور مع الإدارة الأمريكية في ظل أزمة عالمية كبيرة مجموعة من المتغيرات حضرتك ترحتيها أهمها التحديات التي كانت بتواجه الدول العربية والعالم قبل انعقاد القمة هي تحديات تقليدية وتحديات جرية تقليدية تحديات التقليدية تفجر النزاعات والأزمات سواء في الداخل الدول العربية أو على مستوى العالم وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية لو بتكلمي على تحديات جرية تقليدية بالطبع قضية المناخ وقضية الإرهاب وقضية الصحة نتيجة جائحة كورونا كل دي تحديات جرية تقليدية كانت بتعترض جميع دول العالم وبالتالي زيارة لحجم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبرها الدولة الأعظم في العالم زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت من أجل محاولة حل حالة والوصول إلى حلول مناسبة تتمكن من خلالها الدول المشاركة في هذه القمة من مواجهة هذه التحديات على المستوى الإعلامي الحقيقة كانت في مجموعة من التوقعات اللي سبقت هذه القمة في أغلبها كانت طرح لرؤية الغربية الأمريكية لهذه القمة وما يمكن أن ينتج عنها والحقيقة أن ده عمل نوع من أنواع الاستقبال السيء في الشارع السياسي ما كانوش متوقعين أن تذهب القمة إلى مثل ما تم ترديده قبل أن أعقدها لكن مع عناقات القمة وبدء جلسات أعمالها منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرة لها تغيرت كثير من الانتباعات لدى الشعوب العربية وتأكدت الشعوب العربية أنها لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية وأن القادة العرب اجتمعوا على أن لا يتفرقوا مرة أخرى وده كان واضح تماما في الخطابات اللي تم إلقاءها خلال جلسات القمة خلينا نأخذ هذه المحاور لأنها محاور كثيرة ونقاط كثيرة خلينا نأخذها بالتحليل يعني حتى نقترب إلى شريعنا العربي ودولنا العربية أولا هتوقف عندي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كلمة مصر كلمة مصر كانت معنوانة بأكثر من محور والمحاور كثيرة جدا وأعتقد أن سيد الرئيس قدم فيها رؤية مصر يعني كيف ترى هذه الكلمة والمحاور التي تحدث فيها سيدة الرئيس طيب هي كلمة للتاريخ سيسجلها التاريخ في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها العالم كلمة عبر من خلالها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي عن طموحات الشعب المصري وطموحات الشعوب العربية في محاور خمسة رصخها فخامة الرئيس بعد أن استعرض الظروف الأنية التي يمر بها العالم والتحديات التي يواجهها العالم سواء تحديات منخية تحديات صحية تحديات أمنية تحديات غير تقليدية بتمر بها الدول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلسل الإندال والتوريد وارتفاع معدلات التضخم ومن ثم كانت الحاجة إلى من يرشد الخطاب ومن يعقلن الخطاب بعيدا عن تصورات مسبقة كانت توضع حول هذه القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في خلال المحاور الخامسة التي ترحى سيادته على أن قضية الأم والمحور للعرب والدولة المصرية وهنا نتوقف عند الدولة المصرية لأنها الدولة التي لا طالما قدمت التضحيات سواء تضحيات بشرية أو تضحيات من أراضيها جراء الصراع العربي الإسرائيلي ولكن كلمة فخمة رئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة أنه لا تنازل عن حل القضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية ووفقا للقرارات الشرعية الدولية وده كان أمر مهم جدا في هذه اللحظة أن يعلم صانع القرار ومتخص القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك خطوطا حمراء حول هذه القضية وأن العرب لن يفرطوا في هذه القضية بعد أن تماهت هذه القضية في توقيت ما من فترة من 2011 إلى 2015 قبل أن يحيئها مرة تانية عبر التوافق المصري في فرنسي وإعادة طرح القضية الفلسطينية على العالم مرة أخرى من عام 2015 بعد استعادة مؤسسات الدولة المصرية الأضياء الثانية التي تحدث بها فهمت رئيس عبد الفتاح السيسي كانت تتعلق بها الدولة الوطنية والدولة الوطنية العربية في مرحلة مهمة جدا تحتاج من خلالها إلى عملية تنمية وإصلاحات سياسية وإصلاحات هيكلية ومرعاة التعدد الطبقات بنتكلم على الفئة المجتمع بنتكلم على المرأة بنتكلم على الشباب أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية إصدار التشريعات التي تلائم تمكين كل هذه الفئات في المجتمع من حقوقها إلى جانب قدرة على مواجهة التحديات عبر تشريعات تمكن كل هذه القطاعات من مواجهة التحديات المختلفة التي نحن بنتكلم فيها ومن ثم أهمية وجود دولة وطنية قادرة على الزودة عن قدرات شعوبها الحفاظ على مقدراتهم وفي نفس الوقت تستطيع هذه الدولة الوطنية أن تقف بالمرصاد لأي ما يهدد حدودها أو يهدد شعبها الأمر الثالث اللي انطلق ليه سيادة الرئيس وكان مرتبط بالأمر السابق وهو في حقيقة استدعاء مهم جدا الأمن القومي العربي هذا مصطلح أعيد له الاعتبار مرة أخرى في هذه القمة وكان الفخامة الرئيسها بفتاح السيسي الفضل في ذلك ويمكن ده هنستعرضه من خلال مجهودات سيادته اللي عملها قبل القمة لكن اللي بيهمنا أن عدد طرح الأمن القومي العربي ارتبط من التهديدات المحيطة بيها وهي قادرة على تجاوز هذه التهديدات بفعل قدرتها على التعاون وقدرتها على الشراكة تحقيقا لمبدأ المكسب الجميع الذي أكره الرئيس عفتاح السيسي في أكثر من مناسبة الأمر الرابع كان يتعلق بالإرهاب والإرهاب هي قضية استراتيجية عالمية قضية تهدد العالم بأكمله قضية ينبغي أن ينظر لها العالم باعتبرها تهديد استراتيجي حقيقي لكل مقدرات شعوب على مستوى العالم ومن ثم ينبغي على العالم أن يتفهم وجهة النظر المصرية التي أخذت من الدعوة للسلام منهجا لها ومن المطالبة بوضع حدود لهذه الظاهرة ظاهرة الإرهاب تعرفها دوليا التعامل مع الدول التي تقف حول الإمدادات التي يتم من خلالها مد التنظيمات الإرهابية سواء بالدعم اللوجيزتي أو بالدعم المادي أو عبر مواقع الإلكترونية أو عبر مراكز الأبحاث التي تنتج الأفكار التي تمكن خلالها تجنيد العناصر المتطرفة وكان الأمر الأخير إعلاء مبدأ المسؤولية الدولية المحور الخامس كان إعلاء مبدأ المسؤولية الدولية ومسؤولية الدولية هنا تضع الدولة العزمة وباقي دول العالم في مصاف حقيقي للانتباه والالتفات إلى مسؤولياتهم تجاه ما حدث في البيئة العالم ما حدث في الكوارث الصحية التي مر بها العالم نتيجة سياساتهم وممارسات دولية لم تراعي العدالة البيئية ولم تراعي العدالة المناخية ولم تراعي العدالة الصحية ولم تراعي العدالة التنموية حتى مساحة مختلفة خالص عن بقية الشعوب ومن ثم المسؤولية الدولية هنا تقتضي أن يستمع لصوت العقل وأن يكون هناك تضافر من أجل القدرة على عبور هذه التحديات التي يمر بها العالم وفي قلبه المنطقة العربية أكيد يعني دي كانت الحقيقة من أهم المحاور اللي أنا كنت بتصور أنه سيد الرئيس هنا كمان يضع خطوطا تحت كل هذه المحاور ويوجه هذا الكلام إلى الإدارة الأمريكية بصفتها زي ما حضرتك شرحت وقلت هي أيضا من الدول الكبرى التي من المفروض أنها تنظر وتراقب وتحاول أن تجد حلولا هذه الكلامة التاريخي بصوصة شبكي التي ألقاها خمط رئيس عبدالتحسيس يمكن أن نعنوانها بأنها ندية الشراكة ندية الشراكة أنا عجبني العنوان وندية الشراكة معناها بأننا يعني كمان نقف معهم ونتحور بصوت عالي ونطلب مسؤوليات أكثر من الإدارة الأمريكية السيد الرئيس تحدث أيضا عن الإرهاب والميليشيات اللي موجودة في كان عدد من الدول العربية ومحاربة مصر والعالم العربي للإرهاب وفي نفس الوقت نحن نرى القضية الفلسطينية كما هي لم تحل ولا يوجد حلول هي الدولة الوحيدة المحتلة الآن في العالم أكثر من سبعين عام بنتكلم عن القضية الفلسطينية وعلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كيف رأيت أيضا كلمات عدد من القاضى العرب والسيد الرئيس بحضور وتحديد للقضية الفلسطينية بأنه لابد أن يكون هناك حل لهذه القضية الفلسطينية خاصة بعد زيارة جو بايدن لإسرائيل يعني خلينا نقف هنا ونشوف الطمقات العربية والأفكار الأمريكية الوقت المتحدة الأمريكية كانت قادمة إلى هذه قمة بعتبرها قادرة على إملاء اشتراطاتها تصوراتها عن الإقليم ولكن هي فوجئت بتنصيق عربي مسبق متوافق على أجندة عربية تحقق المصالح الوطنية والأهتف القومية للدول العربية والشعوب العربية حقها العادل في التنمية حقها العادل في الاستقرار حقها العادل في الأمن وهي أمور ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتفهمها زيارة متأخرة جدا لأن جو بايدن يأتي إلى البنطقة بعد عام ونصف تقريبا من وصوله إلى منصب الحكم أو إلى صدة الحكم الزيارة اتأخرت كتير ولكن يتفح الأزمة التي أوقع العالم فيها نفسه عبر الدعم المطالب الأوكرانية التي أدت إلى تفجير الأزمة الروسية الأوكرانية في النهاية والتي طالت ضررها العالم أجمع مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت زيارة رئيس بايدن إلى المنطقة هل هل ممكن استأذنك أقول ناخد قصين ونقول بأنها زيارة طرارية زيارة طرارية تقدر تقول عليها زيارة طرارية زيارة طرارية يجرى من خلالها إعادة رسم شكل الأخير مرة أخرى وفقا للتصورات الأمريكية أمر لا يراعي التضامن العربي أمر لا يراعي التحركات العربية على الأرض أمر لا يراعي مصالح الشعوب العربية ومصالح الدولة الوطنية العربية الولايات المتحدة الأمريكية دائما أبدا معناها بأمرين من المنطقة العربية الأمر الأول تحقيق الأمن والاستقرار لدولة إسرائيل وتوفير الدعم الكامل لها في كافة المناحي الأمر الثاني يتعلق بضمان تدفق النفط من المنطقة العربية دول الهاجسين الرئيسين اللي دايما بيتركز عليهم الولايات المتحدة الأمريكية دول الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية يمكن إضاف ليهم مؤخرا وده أمر كانت طرحته للصدفة يعني خلينا نقول للصدفة بحيثة أو نائبة كانت موجودة في الكنيسة الإسرائيلية اسمها كيسينا سيفيتلوفا كانت نائبة في الكنيسة الإسرائيلية عن حزب العمل وتحدثت عن الفراغ في المنطقة العربية وأن ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تسمح بوجود هذا الفراغ لكي لا تملأه روسيا والصين وإيران الحقيقة أنه الغريب أن بايدن قال نفس المصطلح تاني في قلب القمة وفي قلب كلمته وأنه لا يسمح بهذا الفراغ الأهداف كانت واضحة تماما الثلاث أهداف دول كانوا الليجندة الأمريكية حاولوا يسوقهم في مجموعة من المبادرات مجموعة من الأفكار انتهت في النهاية إلى تقديم دعم يعني لا يقارن بالمجهود لعملية الدولة مصرية في إعمار غزة وفي دعم الشعب الفلسطيني لكن في النهاية لم نبغي أن نتأكد أن الأهداف الأمريكية كانت واضحة تماما الأهداف العربية كانت واضحة تماما ولكن التنسيق العربي كان أقوى بكثير من أي مرحلة سابقة وأكد على أن الصوت العربي قادر على التأثير إحنا الأول مرة بنشوف القادة العرب مجتمعين بنشوف القادة العرب يتفقون على أهداف معينة يعني حريك لو استمعت إلى أكيد حريك سمعت يعني عفوا يعني البايدن وهو يسجل ويدون عن كل زعيم عربي يتحدث في هذه القمة القضايا الفلسطينية أنا توقفت عند هذا المشهد كان القضايا الفلسطينية تذكر على لسان أي زعيم عربي وكأنه هو هذا الاتفاق الكبير لكل دولنا العربية والقادة بأنه لا حلول ولكن هي من أهم المحاور والقضايا اللي لازم يكون لها حال سؤالي الأخير وهو يعني خلينا نخرج من هذه القمة عايزة عدد من العنوين خاصة بالقمة العربية الخليجية الأمريكية ونعرف يعني ماذا كسبت دولنا العربية بعد هذه القمة وكيف رأت الإدارة الأمريكية هذه القمة كان من المهم جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستنع إلى مطار بعربية واضحة ومحددة في إطار من الندية والتوازن والشراكة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تجد شريكا في المنطقة العربية فهي مرحب بها ولكن في إطار من التفاعل المحسوب بدقة شديدة فإذا العنوان إيه؟ ندية الشراكة ده عنوان مهم جدا في هذه القمة لأن آخر ما ورد في البيان الخاص بالقمة أن القمة مطروحة أنها تنعاقد مرة أخرى وأن القمة ترحب بأطراف جديدة للانضمام لها في المرحلة القادمة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة استراتيجية للمنطقة العربية مرحب به دائما ولكن إذا تفهم حتمية أن يتطلع بمهامه وبمسؤولياته عن حل كثير من الإشكاليات في المنطقة العربية فأهلا به والقمة أيضا مفتوحة قمة جدة للأمن والتنمية لأنه لا تنمية بدون أمن منفتحة على باقي الأطراف سواء في الإقليم أو في العالم للانضمام لها من أجل تحقيق مصالح الشعوب العربية بشكر حضرتك جدا الكاتب الكبير أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة سياسة الدولية بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورتنا بهذه الكلمات والرؤية لبيت للكل أهلا وساعد رجعنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل إكمال حلقتنا وهذه الحلقة الاستثنائية من برنامج بيت للكل وحقيقة ضيفنا اليوم في هذه الحلقة دكتور خالد عبدالله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حياك الله دكتور ومنورنا أنت النور الله يسلم دكتور مثل ما نعرف هاي حلقتنا اليوم من بيت للكل وهي البرنامج العربي اللي من خلاله نحاول توحيد الخطاب الإعلامي نشاهد مؤشرات كانت بالبداية مخاوف كبيرة حول هذه الزيارة زيارة بايدن تعتبر هي الزيارة الأولى وهذا المؤتمر أو هذه القمة التي كانت لا يعرف المتلقي العراقي ما هي مخرجاتها كيف كانت القراءات الأولى لحضرتك لهذه الزيارة وهذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم حياتي لك السادة حياتي الله ولا برنامج بيت الكل والأهن سواء كان في العراق أو في المملكة الهاشمية الأردنية أو في فلسطين المحتلة أو في جمهورية مصر العربية وشاكل لهذه الزيارة نورتنا دكتور بالتأكيد أنتوقع قمة جدة كانت قمة مهمة جدا لأنها شملت مسارين مسار يتعلق بالأمن وتنسيق دول الخليج والعراق والمملكة الهاشمية الأردنية وأيضا جمهورية مصر فيما يتعلق قضايا مهمة جدا لايسيما الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية التي أرادت أن يكون لها بصمة في تلك المناطق خلاص أيام العراق عندما قاتل نيابة للعالم لذلك كانت تجربة العراق تجربة فريدة حقيقية في إطار القتال على نيابة عن دول العالم ومن ثم تعلم من تجارب العراق وهذا ما تم الحديث عن كون مخرجات البيان تأتي في إطار التنسيق الأمني والاستخباراتي المسار الثاني هو التنمية التنمية في كل شيء التنمية في المعرفة التنمية بالاقتصاد التنمية في الاستثمار التنمية في إطار الحد من الهدر في الثروات وطريقة استخدام الأمثل لهذه الثروات وإدارتها وبالتأكيد هنا نتحدث عن منهج التعاون والتكامل والعراق أيضا له تجربة عندما أوقد في بغداد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وجمع جميع الدول جوار المحيط الأقليمي والدولي حتى كان هناك اختلافات في وجهات النظر بعض الدول وكان هناك صراع سعودي إيراني في بعض الملفات لا سيما في إطار الجانب العلاقات والتمثيل الدبلوماسي واليوم العراق له دور كبير جدا في تقريب وجهة النظر فأنا نتوقع قمة جدة هي قمة انفتاح للعراق والدول الثلاثية نسميها لا سيما المملكة الهاشمية الأردنية وجمهورية مصر فيما يتعلق بالتكامل والتعاون الذي بدأ بقمم ثلاثية وإصرار حقيقي للرؤساء والملوك في الوصول إلى نقاط مفصلية في إدارتهم لطبيعة الملفات لا سيما للملفات الاقتصادية لذلك جاءت جدة لكي تتحدث أو تتطرق إلى أمور أخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالتعاون والشراكة والتكامل الاقتصادي فيما يتعلق باستخدام الموارد والثروات الطبيعية إنعكاس هذه الموارد على الشعوب تلك البلدان ومن ثم الحديث عن تكامل الاقتصادي مهم جدا لتلك البلدان أيضا من خلال كلمة دولة رئيس الوزراء في التأكيد على كثير من مصالح العراق وأيضا بقطع دابر التدخلات في العراق على كل الأصعيدة هذا مؤشر إيجابي بالنسبة للعراق وعودته كبلد مؤثر بين دول الخليج وأيضا دول المنطقة تحدث عن جانب آخر بتوحد الخطاب العربي شاهدنا كل الزعماء العرب تحدثوا بلغة واحدة بأهداف واحدة بمصالح مشتركة بهم واحد حقيقة وهو الهم العربي هل يمكن استثمار هذا الخطاب العربي الموحد اليوم في إنتاج حراك عربي مؤثر على ممكن حتى يكون حتى على أمريكا يعني أحسنت بالتوصيف أتوقع بأن ما دار من كلمات لرؤساء والملوك والأمراء في داخل قمة جدة أنا أتوقع هي انتقالة حقيقية للجانب الرسمي العربي في توصيف ما يعاني منه العالم العربي بشكل واضح أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر دولة عظمى وعندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأن الشرق الأوسط قد أخطأنا بتقليل أهميته لكن اليوم رجعت لكي أتحدث بأن الشرق الأوسط مهم وسوف تكون لدينا شراكات واستراتيجيات حقيقية في التعاطي والتعامل مع تلك البلدان صح البعض يفسر بأن مسألة الأزمة الأوكرانية الروسية ومسألة النفط والغاز والمواد الغذائية والأزمة الصحية والبيئية دفعت بايدن الحديث عن هذا الأمر أو ما يتعلق بالداخل الأمريكي لكن مستوى الخطاب الموحد لزعماء والملوك والرؤساء والأمراء أنا أتوقع كان إعطاء بشرة حقيقية في إطار القابل القادم نصحنا للتعبير في السياسات السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في الحديث بأن اليوم هذه المنطقة هي مو فقط منطقة الولايات المتحدة الأمريكية من صلعدها أزمة تأتي إليها وتأخذ ما تأخذه من سياسات أو من علاقات اقتصادية دكتور بهذا الخصوص عذرا عن المقاطع هل كان بايدن يعتقد بأن الخطاب العربي سيكون بهذا الاتجاه خطاب موحد خطاب يدافع عن حقوق البلدان العربية ودولنا العربية بعيدا عن مصالح أمريكا نحن تحدثنا عن الخطاب هذه هي أول مرة رئيس أمريكي يتفاجأ يتفاجأ بكلمات الزعماء العرب الذين تحدثوا بواقعية وأرادوا أن يوصلوا رسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تفهم جيدا وتعيح حقيقة بأن مصالحها في المنطقة هي لا تختلف على مصالح تلك البلدان بل هي توازيها وأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تغير من تكتيكاتها واستراتيجيتها بالتفاهمات التي تعقدها مع تلك البلدان من ناحية ومن ناحية أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أنتعي بأن عندما تدير ظهرها إلى منطقة الشرق الأوسط فقد تكون هناك أيضا سياسات قد تتقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بايدن تحدث في عامودة الصحفي في الواشنطن بوست عن أسباب زيارة المنطقة العربية السعودية لحديث عن شراكات أو تفعيل الشراكات الاستراتيجية هذه هي نقطة النقطة الثانية قد يفهم من هذه الكلمات بأنها قد تعود إلى عودة عام 1973 عندما استخدم العرب سلاح النفط في معلكة أكتوبر وهذا الآن نتوقع حرب التي خاضها الجيش المصري البطل وعبر قناة كان تمثل نقطة جوهرية في التعاطي والتعامل العربي أنا أتوقع قمة جدة كان هي مفتاح أساسي للحديث عن نوعية جديدة وعن إرادة جديدة عربية وإصرار سياسي حقيقي في التعاطي والتعامل مع الولايات المتحدة الملكية من ناحية أو حتى مع من ينافس الولايات المتحدة الملكية لا ننسى الصين طبعا ولا ننسى روسيا أنا أتوقع هذه هي المعادلة اليوم التي نتوقع نجحت فيها قمة جدة على مستوى المنظومة الخليجية وعلى مستوى دول إقليمية فاعلة منها العلاق العراق ومنها مصر على سبيل المثال المثلث السعودي المصري العراقي اكتمل اليوم إقليميا وهذا نتوقع دليل كبير في أن المستقبل المنظور قد يكون في إطار النصابة الأساسي لأن العراق مع مصر مع المملكة العربية السعودية مثلوا المشهد العربي عندما تم الحديث عن تأسيس الجانب العربية كدول إقليمية فاعلة بهذا الخصوص بعض المراقبين يشخصون بأن حالة توزيارة بايدن للمنطقة بهذا الوقت هو الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى مؤشرات الانتخابات القادمة بتحسين صورة المشهد الأمريكي لدى العربي صحيح زيارة بايدن فيها مسارين أو عاملين عامل داخل وعامل خارجي لكن العامل الداخلي أيضا لا يقل عن أهمية العامل خارجي يعني صح الأزمة الروسية والأوكرانية وحلفاء أمريكا في أوروبا تعرضهم لعملية قطع الغاز أو النفط الروسي العقوبات من الطرف الآخر الغربية التي تعقودها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية العامل الداخلي يوازن العامل الخارجي الانتخابات تجد النصف على الأبواب في أكتوبر تدني مستوى الحزب الديمقراطي وبايدن خلافات على مستوى الكونغرس وبعض الديمقراطيين صوتوا للجمهورية سياسة بايدن الخارجي لم تكن واضحة طبيعة التعاطي مع ملف نووي مع مجموعة أربع زالو على بعض النسحب أمريكي وتعثر اللقاءات حتى في الدوحة عندما دخلت الدوحة على القط كل هذه المسارات أنا توقع تشكل ضاغطا كبير جدا عن رئيس أمريكي بايدن لكن أنا توقع العامل الداخلي عامل أنا توقع سوف يتضرر كثيرا والدليل على ذلك مسألة الحديث عن زيادة إنتاج النفط كانت القطاب المملكة السعودية ولي العهد واضح قال نحن مرتبطين بما تم الاتفاق عليه في أوبك لا يوجد تغيير ولا يوجد زيادة به وهذا أنا توقع فرسالة كبيرة قد تكون من قبل المملكة العربية السعودية على الرغم من أنه كانت هناك نوع من المضادات ما بين بايدن عندما كان مرشحا وقضية خاشقشة والاتهام وقال سوف نغير سياستنا مع المملكة العربية السعودية لكن الذي وجدناه على صعيد الواقع بأن الأمور قد تغيرت بشكل حقيقي وجذري وهذا ما دفع الجمهوريون والديمقراطيون إلى انتقاد الرئيس الأمريكي بايدن في كثير من التفاصيل لا سيما في صياغة استراتيجيته عند استلامه البيت الأبيض أو رئاسة البيت الأبيض ويعني ابتعاده لا نقول أنه أمريكا غادرت منطقة ولكن ابتعاده في أهمية منطقة الشرق الأوسط طبعا دكتور خالد عبدالله عميد كلية العلوم السياسية نورتنا في برنامج بيت للكل سعداء جدا بيأخذ هذه المعلومات المهمة حول اجتماع جد ومخرجاتها المهمة بالنسبة للوطن العربي نورتنا ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ولقاءات قادمة شكرا لك سيد أحمد ولجميع المقدمين الآخرين أخواننا العرب من المملكة الهاشمية الأردنية من فلسطين العربية ومن جمهورية مصر العربية ومرة ثانية لكم ولجميع المشاهدين شكرا لك دكتور مشاهدين إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا العربي بيت للكل وهذه الحلقة الخاصة عن قمة جدة إن شاء الله تكون المخرجات مهمة بالنسبة لوطننا العربي أوطننا العربية تستحق الحياة وأيضا فلسطين الحبيبة إن شاء الله تتحرر وتعود فلسطين كما كانت في السابق وصلنا إلى مسك الختام دائما نلتقاكم على حب الأوطان في مالا